هذا نداء بصوت القهر والحرمان والدهشة ألا أذن سمعت صراخ أب عراقي من الموصل وهو يناشد بتوفير صوندة غسيل كيلة لابنه فمن يستجيب وتلك قصة تكتب في شوارع عراقية هنا وهناك يحيكها الفقر بخيط الظروف المعيشية القاسية وكأن سوء الحال تلك يغذيها الفقر أو العوز والحاجة والحرمان من أبسط الخدمات التي تتسيدها الكهرباء في فصل صيف لاهب تلك التساؤلات غيض من فيض غضب قد ينفجر في أي لحظة والغضب الشعبي الذي تشهد شوارع محافظات عدة لم تكن ثورة الكهرباء هي التي أشعلت فتيله فحسب بل هي المياه المفقودة والبنى التحتية التي اكتوت بنار التلكئ لمشاريع حولت قرى ومناطق لتفاصيل حياة بدائية يعني شاب يطلع نظيف يرجع البيت امترب من فوق الجواليش هاي أبسط حقوق الشعب العراقي كل الشعوب عندها هذه الحقوق في ديالا أيضا أسباب تلخص ما في جعبة مواطنين من محافظات كثيرة تعود إلى سوء إدارة محلية أو نفوذ أو استغلال مناصب باسم حسابات شخصية تقوض جهود فرض الأمني والاستقرار ترجمة نانسي قنقر